أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن واشنطن لم يصلها حتى الآن أي خطة إسرائيلية ذات مصدقية من شأنها حماية المدنيين في رفح الفلسطينية فقال البنتاجون إن المعلومات الأولية المتوفرة حتى الآن حول العملية البرية في رفح تشير إلى أنها محدودة وتهدف إلى قطع الإمدادات عن حركة حماس مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لا تؤيد إغلاق المعابر البرية في قطاع غلسة موسيقى